اهلاً وسهلاً بكم مجدداً في صباحك ميسك وإذاً فقرتنا الآن عن الجيل زد ما هو الجيل زد ما هي مخصائص هذا الجيل كيف نتعامل معه معنا المستشار المالي أستاذ سعد الرئيس يسعد صباحك أستاذ سعد يا مرحباً كيف الحال الله يسعدك يا رب نورتنا في هذا الصباح في هذه الجمعة الجميلة شكراً جزيلاً الجيل زد هذا المصطلح بدأنا نسمعه كثيراً فما هو الجيل زد من هم هؤلاء يمكن كتار من اللي عم يسمعونا من الجيل زد نعم صحيح طبعاً الجيل زد قبل أن نذكر ما هو الجيل زد علينا أن نذكر بعض الأجيال السابعة بعد الحرب العالمية الثانية بال44 سنة 1944 كان في جيل اسمه البيبي بومرز أو الطبعاً من سنة ال44 إلى سنة ال64 صار في ولادات طفرة في الولادات بسبب الرخاء الاقتصادي الذي حصل في أمريكا ثم انتقلنا إلى الجيل اكس يلي هو من سنة ال64 إلى سنة 1980 اللي هو كان متميز الحقيقة بالقوة الزهنية والجسدية من ال64 إلى ال80 ثم من ال81 إلى ال96 الجيل واي ثم من بعد ال97 إلى الآن الجيل زد يلي هو الحقيقة جيل الألفية جيل الديجيتل جيل فقاعة الدوت كوم بسنة الألفين جيل الميديا جيل الذي يتأثر بالميديا أكثر الحقيقة بما يتأثر من أهله لذلك الحقيقة هذا الجيل الحياة تغيرت وتتغير ذاتاً كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي ذكر في آخر اجتماع أننا مقدمون إلى السورة الصناعية الرابعة وسيصبح أو سيحصل تسنامي حتى لتشبس الشرائح في أدمغة البشر سيتم تجريبها بدءاً من هذه الفترات شركة نيورولينك بتعيد إيلون ماسك جمعت من كم يوم 280 مليون دولار لتمويل أول عملية لتشبس في الأدمغة على البشر فنحن الحقيقة مقدمين على التسنامي مقدمين على الميترفيرس مقدمين على الرقمنة في كل شيء 32 سيلغى كل شيء اسمه ورق بما فيهم المال سيصبح الوسائق والأموال كل عبارة عن شيء رقمي ديجيتل بس طبعاً في فرق كتير كبير بشان المشاهدين يعرفوا أنه فرق كتير كبير بين العملات الرقمية والعملات المشفرة العملات الرقمية هي الدولار واليورو وغيرهم الرقميين أما المشفرة البيتوين وأخواتها نعم فموضوع الجيل زيد الحقيقة الآن اختلف التعامل معاه قبل ما تتعامل أستاذ وحننجي فعلاً لموضوع التعامل وخصائص هذا الجيل لكن أنا هلأ عملاحظ وانت ذكرت الأجياء الـ X و Y وزيد لاحظت أن الجيل عم ياخد 20-15-17-60 بس هذا الجيل طوال يعني شوف شوف دكتور أحمد هلأ الحقيقة موضوع الجيل زيد إلى هاللحظة لم يخلق جيل بعده برأيي الشخصي أنه سمي بالجيل زيد لأنه آخر حرف بالأبجدية يعني نحن من بعدها من بعد هذا الجيل سنذهب إلى كل شيء مرقماً ديجيتل ميتافيرس كل شيء مرقماً لذلك سمي هذا الجيل بجيل زيد وإلى هاللحظة لم يخلق حرف أو أو جي أو اسم آخر للجيل خلينا نقول مثلاً من سنة الألفين وعشرين فما بعد أعتقد لأنه ما في تغير كبير أعتقد بالألفين وثلاثين ألفين وثلاثين نقطة تحول كبيرة بالكرة الأرضية دكتور أحمد حتى لاحظ اليوم لماذا علينا التركيز الآن أذكرها بمقابلات كثيرة على بناء الإنسان على بناء العقول 90% من البرمجة داخل الدماغ تتشكل من متى؟ من قبل الولادة بأربع شهور إلى أول سبع سنوات أول سبع سنوات لسبونج تايم أو سن الامتصاص يمتص الطفل أو الطفلة كل شيء وبشكل شره جدا ثم لاحقا يشفروا فأول سبع سنوات الحقيقة هي خارطتنا لقدام من السبع سنوات للأربع عشر سنة هو سن الاجتماعي يتعرف أكثر على العائلة وغيرهم من الأربع عشر إلى الـ 21 سن الاستقلال يريد صندوقه لحاله وغرفته لحاله إلى آخره ولكن أهم عمر وأهم فترة هي أول سبع سنوات لأن الحقيقة عم يكون فيها تركيز كبير لغاية لاحظ اليوم مثلا بفرانسا بفرانسا الحقيقة يريدون أخذ الطفل من عمر الثلاث سنوات من إلى المدرسة نحن كما نعلم المدرسة خمسة ستة ممكن ماكسيموم ستة سيتم أخذهم بعمر الثلاث سنوات من أجل تجنيد من أجل وضع أجندة معينة يلحقوا بهالأربع سنوات الباقية لا يتركوا الموضوع للعائلة ليس من الخمسة سنوات إلى السبعة من الثلاثة إلى السبعة لذلك هذا العمر الحقيقة هام جدا وخطير جدا إن تم العمل بهذا العمر بشكل جيد من قبل الأهل وغيرهم خلص نرتاح كل حياتنا حتى لاحظ دكتور أحمد كيف يتم التركيز أصلا نحن كما نعلم يوجد عنا عقل واعي وعقل باطن العقل الباطن وظائفه معقل العواطف والمشاعر والأحاسيس معقل الزاكرة المختزنة أو خلينا نقول هو الدولة هلأ هلأ بلأك ليش شبهتوا بالدولة معقل الزاكرة ينظم الحركات أو الأفعال الغير إرادية الآن أنا وعي بالكلام ولكن اللاوعي هو حركات اليد التكييف خلينا نقول الإضاءة إلى 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 آخره الواعي يأخذ خمسة إلى تسعة معلومة باللحظة أما اللاوعي ما يقارب مئة معلومة باللحظة لاحظ وقت نتفرج على فيلم نرجع نتفرج عليه مرة ثانية نرى أمور لم نكن نراها في المرة الأولى لذلك الإعادة أم المهارة العقل الباطن يسجل العادات العقل الباطن حقيقة يتحكم فينا جسديا ونفسيا ويديرها كما يريد طب العقل العقل الواعي هو الجمارك لكن ليش ذكرتني شوي العقل الباطن الدولة هو الجمارك هو الذي يسمح بدخول نحن نمتلك مفتاح تقبل الفكرة هو الذي يسمح بمرور المعلومة أو لا هو اللي بيعمل المعالجة أنا عندي فايل بعقل الباطن لموضوع ما أتتني أخبار من الخارج من خلال الحواس طلقاها طلقاها العقل الواعي بيعمل ويطلق لذلك الحقيقة ننادي دائما أن لا مثل ما منقول بالعامية أنه ما تعطي المجال لنفسك ما تعطي ما تربي حالك على شيء إذا كان سلبي طبعا نحن عم نحكي مش إيجابي فلذلك إن تم سماح من العقل الواعي إلى العقل الباطن بعادة معينة بتجربة معينة وهي غير جيدة ستلتصق فينا طبعا هي لازم تكون أكتر من 11 و 20 مرة مكررة ستلتصق فينا ولكن ممكن نزعها لاحقا ولكن تصير الحقيقة أصعب نعود إلى مثل ما تفضلت إذن الجيل زيد الجيل الألفية أكيد هذا الجيل له صفات معينة مثل ما تفضلت هي ارتبطت كثيرا بالعالم الرقمي وبالتكنولوجيا وأكيد هنا يعني يجب أن نتعامل معه بخصوصية نعم ما هي أبرز صفاته وكيف نتعامل مع هذا الجيل الصفة الرئيسية سيد أحمد هو الميديا اليوم اختفى موضوع الطلقين حتى الجامعات أنا برأيي ستتغير بشكل كبير والمدارس الميديا السوشل نيتوورك اليوم الأفضل أن نذهب إلى هذا الجيل ونقوم بأسئلته أسئلة كثيرة من أجل أن نستنبت الأجوبة ونصنع ونهيئ ما يريده لأن الرغبة تولد القدرة عنده إيجابيات الحقيقة كثيرة جدا عنده إيجابيات أنه محترف أصبح بالتقنية ولكن مثلا من أحد سلبياته أنه خارج التقنية بيوقف بأرضه من أحد سلبياته مثلا أنه موضوع العائلة مش هو أمر أولوي بالنسبة إله موضوع الميديا بالنسبة إله الأولوية من أحد سلبياته خلينا نقول أنه في حال أول سبع سنوات هذا أمر كتير هام لم يربى صح ممكن أي ميديا تخالف المعتقد خلينا نقول الديني المعتقد الصحيح أو 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 القيم اللي عندنا إياها بده ينجزب ناحا لذلك الحقيقة عنده إيجابيات كتير للجيل زيت ولكن إيجابيا أو سلبيا علينا في بادئ الأمر أن نركز على أول سبع سنوات تربية العقول تربية بناء الإنسان وبناء العقول من إيجابياته مثلا أنه من الممكن أن تصادفه أكثر من مشكلة بوقت واحد يستطيع الحل بشكل غير مرتبك من إيجابياته مثلا أنه قلل الاعتماد على الغير لأن الميديا والنت والإنترنت موجودة بشكل كامل حواليه بس طبعا برجعه و بقولك هذا الجيل هو أو الميديا سلاح زوح الدين ممكن أن يستخدم في الإيجاب وممكن أن يستخدم في السلب يعني على سبيل المثال ذكرنا منذ قليل العقل الباطن والوعي العقل الباطن كيف يتم التأثير فيه بطريقة متعمدة مبرمجة وطريقة غير متعمدة الغير متعمدة هي البيئة المحيطة فينا من أهل من تلفزيون من إنترنت إلى آخره الشخصية المؤسرة القدوة العواطف والمشاعر والأحاسيس وعننا موضوع الانتماء أما المبرمج بقى أملكا ليش فرانسا مثلا طبعا والكثير من الدول الأوروبية وبما فيهم كمان الغرب مثل أمريكا وغيره بدهم ياختهم من عمره لثلاث سنوات المبرمج التكرار الحقيقة كمان نعلم أول شيء بتمر بثلاث مراحل تصدم لا تقبل ثم تقبل على مضض ثم على كسرة التكرار تقتنع بيصير بتقتنع حتى في كتير ناس أنا بعرفهم كانوا مقتنعين أنهم مثلا غير جاديرين باستقاء على سبيل المثال كرروا هذا الأمر بشكل كبير كرروا هذا الأمر كرروا هذا الأمر كرروا هذا الأمر فوصلوا إلى نقطة اعتقدوا أنهم غير مؤسرين فالعقل الباطن شو قالوا قالوا أنا ها أعملك غير جدير بالثقة مثل ما أنت بدأ وزاد التكرار حتى أصبحت هويته وهنا تكمن الكارثة أنه مثلا غير جدير بالثقة طبعا هذا المثال صغير من ملايين الأمثلة لذلك الحقيقة في 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 الموضوع اليوم الجيل زيد يفترض التعامل معاه بطريقة عن ما سبق ولكن نعود ونكرر المرة السالسة نظرا لأهميتها أول سبع سنوات أخطر عمر جميل أستاذ ذكرت قبل قليل موضوع القدوات أيضا هنا يعني في عالم مع هذا الجيل في عالم الميديا إلى أي مدعم تكون القدوات هي أيضا لموجودة على الميديا اللي أحيانا هي لا تستحق أيضا أصلا تصنف قدوات وهذا ربما من أخطر مزالق يعني هذا صحيح لذلك لحقيقة لكن ليش تررت ثلاث مرات في هذه المقابلة أول سبع سنوات في حال أن تم العمل على الطفل بأول سبع سنوات صح في معتقدات صحيحة بقيم صحيحة على فكرة دكتور رحمان المعتقد بحد ذاته هو شيء أنا أؤمن به إن كان إيجابي أم كان سلبي وطبعا ليس له علاقة بالدين إن الله أحز اليوم مثلا في اليابان في اليابان عندهم معتقد إنه مثلا موضوع مثلا طلوا على غابة لازم كل حدا يلملم أموره طيب من أين تم التعليم من المدرسة من الطفولة من الصف الأول ابتدائي حتى من الأهل من قبل الولادة بأربع شهور تخيل لوين حتى بتلاحظ أحيانا بيقول والله سيدة سمعت جنينة قرآن أو سمعت عبارات معينة يتأثر بهالكلام بشكل كبير فلذلك الحقيقة إن ربي صح في أول سبع سنوات سيختار صح في الميديا جميل لذلك موضوع موضوع التكرار علينا أن نتعامل مع أطفالنا كالتالي يوجد في شيء بعلم النفس اسمه لا مهارة في اللاوعي لا مهارة في اللاوعي بمثال صغير السيارة لا مهارة في اللاوعي أنا لا أعلم أن السوء سيارة ولا أعلم أصلا أنه في هذا العالم يوجد شيء اسمه جسم وله أربع دوالي طيب لا مهارة في الوعي الوعي أنا علمت يوجد شيء اسمه سيارة ولكنني لا أعلم القيادة مهارة في الوعي أنا بلشت أتعلم السواء ولكن عم ركز الزاوية الأمامية اليمينية الزاوية اليسارية عم ركز تمام بكل حواسي بصل إلى نقطة من كسرة التكرار وهنا بقى النقطة الهامة تصبح مهارة في اللاوعي هنا التي نريدها إجابا بصير أنا مثلا بسوء سيارتي بحكي بكل المواضيع مين أنا عم يسوء العقل الباطن لا أفكر فيه وهنا تكمن الحقيقة الفيصل بين الإيجاب والسلم لذلك نلاحظ ناس نلاحظ من هذا الجيل يقول فعل ما يتصرف بفعل ما بفرض هو خاطئ بامتياز بس ما شايف حاله أنه خطأ خلص صار في اللاوعي في اللاوعي خلص برمج مسلم مسلم برمج على هذا الكلام لذلك حقيقة موضوع الآن أنا برأيه الدكتور يوسف تكن وزير التربية والتعليم التركي هو الشخص الأهم في تركيا بناء الإنسان بناء العقول هي الأساس اليوم نلاحظ مثلا أيام الكتاب كانوا يحفظوا مثلا القرآن الكريم أعتقد خمسين ألف كلمة فعلم الغرب بهذا الأمر فأرشدوهم إلى المدارس لحتى يصير موضوع الطلقين لذلك الحقيقة في دراسات كثير بتقول أن المدارس والجامعات لا تعطي أكثر من سبعة بالمئة تلتا وتسعين بالمئة اجتهاد شخصي وهو طبعا متعمد وموجه لذلك الآن اختلفت المعايير وعلينا التركيز على هذا الجيل بدءا من السبع سنوات الأولى لأنها في حال كانت سريمة وصحيحة خلص أنا ما عندي مشكلة جميل أستاذ موضوع الدين في حياة هذا الجيل الدين الانتماء القومي أو العرقي إلى أي مدى عم يظل صامت في ظل هذا الانفتاح والميديا والعولمة وغيرها سبحان الله دايما سنعود لنفس النقطة ستيف جابس بيل جيتس إيلن ماسك هالعالم لش أنا عم أذكرهم لأنه هذول التكنولوجيين بالمقام الأول لم يعطوا أولادهم ميديا وتابلت وآيفون وآيندرويد وسمارتفون في أول سبع سنوات ربوهم على القيم على المبادئ على الشيء الصح ثم بعدين أنا ما عندي مشكلة لذلك موضوع الدين هو أمر عميق جدا هو في عمق الإنسان هو يتم اليوم أنا كيف بقدر غير لك معتقد المعتقد تبعك أول شيء من خلال الحواس ثم من خلال اللغة هو أهم فلتر ثم من خلال التكرار والإيحاءات والشخصية المؤسرة هالكلام بيكون بأعلى امتصاصه في أول سبع سنوات لذلك علينا أن نرى لاحظ جيل زمان ليس كما كما اليوم خلينا نقول من ناحية الدين مثلا خلينا نقول من ناحية التعامل مع الأهل وغيرهم اليوم الموضوع الدين يكون في المقام الأول إن ربي في أول سبع سنوات على هذا الأمر ولكن إن أهمل في أول سبع سنوات بموضوع الدين وهالقيم وهالمعتقدات الصحيحة لاحقا سيقوم بأفعال معينة ممكن تكون خطأ ولكنه لا يعلم أصلا أنها خطأ طب الأستاذ سعد يعني هنا عندي سؤالين سريعين في الدقائق الأخيرة بداية إلى أي مدى نحن قادرين أن نغير تفكير هذا الجيل و ماذا لو يعني لم يكن مثل ما قالنا بالضبط البناء كما ينبغي في السنوات السبعة الأولى هل نحن قادرين أن نغير التفكير الخاص بهذا الجيل يعني ربطه دائما بالسبع سنوات هو للتركيز عليها لكن هناك أشخاص قدير لك أنا والله ما كتير انتبهت الآن تكبروا أولادي هل فات الأوان لا أبدا أبدا بس طبعا بكل أمانة زادت صعوبة الموضوع بعض الشيء نعم التركيز على البيئة البيئة يعني اليوم لا أعطي مثال مضحك مرة من المرات أحد الأصحاب عنده ولد كل ما يتصير ساح دعش بالليل بيبكي الولد لأنه الأب بينهاره مشان ينام فبكل بساطة البعض ممكن يستهجن هالكلام قلت له غير اتخذ غير الغزانة غير الادهان فالولد عندما دخل إلى الغرفة شاف عناصر أخرى فالعقل الباطن لم يذكره ما هو معقل الزاكرة أنك أنت هلا حيصير فيه مشكلة ساحل عاش بالليل نفهم من هالكلام تغيير أولا البيئة تعديل البيئة هذا أمر هام جدا ثم موضوع التكرارات الإيحاءات حاول عرف الناس حتى الكبار بالعمر على شخصية على قدوة على شخصية مؤسرة تقوم بالتوجيه بالكلام لهذا الشخص أو الطفل أو أيا يكون ويفضل أن يكون فعلا كما نعلم الشيء الذي نسمعه نحفظ 10% نشوفه 25% نفعله 90% فاليوم الحقيقة نستطيع التأثير حتى على الجيل X Y لا البيبي مومرز ما بعرف الله يعطينا طول العمر فنستطيع الحقيقة من كسرة التكرار موضوع التكرار دكتور رحمديني كما الكل يعلم الآن الموضوع الجزوز الجنسي يعني الله يهدي يهدينا والجميع الآن موضوع تكرار صنعوا فيلم مثلا أعتقد اسمه باربي حتى ببرامج الأطفال في بعض البرامج والأفلام تم رفضها من قبل شرق الأوسط وتركيا بسبب إيحاءات بسبب إيحاءات عما تم إدخاله إلى العقل الباطن بشكل زكي جدا منلاحظ جيمس بوند مثلا بأبطال الأكشن ساعته مثلا ماركة معينة تظهر لمدة ثواني هايدي مين اللقطها مش العقل الواعي العقل الباطن فتكرارها معناته هيدي السيار هو طبعا شخصية مؤسرة طبعا معناته هالساعة ممتازة لذلك الحقيقة علينا أن نتصرف بزكاء الأولى في أول الفترات يعني منلاحظ مثلا أب يخاطب زوجته بطريقة بشكل مزعيش أو حتى إيجاب بغض النظر الطفل بيكون عمره شهر بتقول زوجته معنا شي خلينا ما نحكي أدام الولاد بيقول لعمره شهر ما رح يفهم شي على العكس تماما بيكون بقمة امتصاصه ولكن لا يكبر بيشفرها لذلك نستطيع كترة التكرار الدكتور يوسيف تيكن إن شاء الله يسمع يعني كما يعني هناك مثل ما أقول تكرار أشياء سيئة في السوشي ماذا لازم نحن نكرر الإنجابيات والقيم والإحاءات والإيمان فيها تماما والإيمان فيها كلمتك الأخيرة كنت عم تقول الوزيرة نختم بها الدكتور يوسيف تيكن الرجاء 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 التركيز على المناهج اليوم الحقيقي أنا برأي هو أهم شخص في تركيا في حال تم خصياغة المناهج التي تنشئ وتربي الإنسان وتربي العقول للجيل الذي يعلم دينه صح حط تحت كلمة صح كتير خطوط الذي يعلم مبائدئه الذي يعلم تاريخه الذي يعلم قوته ما الذي ما الذي سيستطيع فعله على سبيل المثال سن المراهقة سن المراهقة من سنوات بحارب أنا هذا اللفظ اسمه سن الرشد والتكليف بمعنى أن في هذا العمر الأربع عشر سنة لازم أنا وكله بي مهمة لأبني كيف يوكله بمهمة إذا الأربع عشر سنة السابقة لم يتم تحضيره صح جميل لذلك على الأهل حتى على فكرة لازم ينعط دورات كمان للأهل طبعا وتعديل المناهج بشكل يعنى بإنشاء جيل يعلم من هو ويعلم ماذا كان من أجل أن يعود كما كان لأن التاريخ يعيد نفسه أشكرك سيدا أستاذ سعد يعني الموضوع واضح يعني فيه كثير من التفاصيل لكن الإضاءة على هذا جيل وكيفية التعامل معه كان مهمة جدا أشكر جدا وأشكر كل المتابعين الذي كانوا معنا في هذه الحلقة ختام حلقاتنا لهذا الأسبوع نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وصباحكم ترجمة نانسي قنقر